موسيقى ترعة زمزم او منطقة السواحلية التبعة لمنطقة الوراء مركز ومدينة الجيزة يعني ايه القصة اللي حصلت النهاردة القصة النهاردة ان اخو نورهان انهى حياتها يا سادة ايه الحكاية وايه الحدودة كله بسبب التيك توك فلو حضرتك هتكمل معنا الفيديو لنهاية علشان نعرف قصة نورهان وتقتلت ازاي على دين اخوها سامي اللي شغال مبلط بلط او سراميك يا سادة الحكاية ابتدت لما توفى الاب اللي هو الاب ابو نورهان واثنين من الصبيان يا سادة هنا الام كانت مريضة ونورهان يمكن عزفت عن الزواج علشان تخدم امها المريضة يا سادة لهم الاخ الكبير اللي هو اسمه ابراهيم نتيجة سير والسلوك لنورهان اللي كان سيء للغاية وكانت بتعمل فيديوهات على التيك توك ويمكن سمعتها على كل لسان في المنطقة لكن هنا بعض الشباب اللي كان بيحاول انه ينصح الاخ اللي هو الاخ ابراهيم الكبير وقال له ان اختك سمعتها مش ولابد هنا ابراهيم علشان اصوله سعيدية دمه فار يا سادة وقضى ونهى حياة الشاب اللي هو من ذات المنطقة واخد خمسة وعشرين سنة مؤبت لكن سرعان من الايام ما فاتت وخلاص الاخ الكبير فقد مستقبله ويمكن اتضمرت زوجته واولاده علشان الدم علشان العصبية وعلشان العرض يا سادة لكن ما فاتش اكتر من سنتين ثلاثة وما زالت نرهان في نفس القصة بتعمل فيديوهات طول النهار ما ولهاش غير انها تأكل وتشرب وتشغل الاغاني وترقص كمان وتنشر فيديوهاتها على التيك توك والفيز بوك وكل ما اخوها اللي هو سامي اللي شغال مبلط اللي هو رقم اتنين بعد ما فقده الاولاني واخد خمسة وعشرين سنة اخد تأبيده علشان بيحامي عن عرضه وشرفه يا سادة هنا سامي بدأ انه يسمع الكلام تاني وتالت ورابع من شباب المنطقة هنا قاعد يفكر كتير هل انا هضيع بقى شاب تاني وتالت ورابع ولو قتلت واحد هيظهر اتنين ويظهر تلاتة طول ما نورهان بتعمل فيديوهات على التيك توك يا سادة لم ترتعد نورهان وما قدرتش انها تتحمل المسئولية وكانت السبب في طورية اخوها الكبير ان ياخد خمسة وعشرين سنة لكن لما بدأ هنا سامي اللي هو شغال مبلط معها جزء اولاد وامراته عايشين في نفس البيت اللي عايشة معاهم نورهان والوالدة الكبيرة الست المريضة اللي كانت دايما نورهان بتتحجج انها مش عايزة تتجوز علشان تراعي امها بعد وفات ابوها طب ايه اللي حصل بعد كده يا سادة هنا سامي بدأ ان هو ينهر نورهان مرات عديدة وعديدة ويقولها الناس في المنطقة بتتكلم لحد ما احد الشباب جاب له فيديوهات وهي بملابس شبه عارية على التيك توك وكل ما يكلمها تقوله انت ولا بويا ولا جوزي انا عايشة في بيت ابويا ايه اللي حصل في منطقة ترعة السواحلية الشارع زمزم بالذات اللي موجود في الوراء يا سادة محافظة الجيزة هنا بدأ سامي يضغط على اخته نورهان علشان ترجع على اللي هي فيه لكن نورهان ودن من طين ودن من عجيل لحد ما الحال دأبيه ونورهان سابت له البيت وهربت يا سادة ايوه طفشة نورهان ويرنه ويتسره على تلفوناتها مغلقة مغلقة ودايما مغلقة لحد ما فات اكتر من 30 يوم شهر بالتمام والكمال ونورهان رجع التاني لحد البيت هنا فوج سامي اللي بيخبط على باب بيته ويمكن في وقته متأخر بعد العشة علشان يفاجأ انه نورهان اللي وقفه قدام الباب اكيد زي ما احنا متعودين العر الصعيدي الناس دي صعيدة والعادات والتقاليد لازم تلتزم علينا باللي عمله سامي كنت فين وغيبة فين ومع مين واخبارك ايه وانتي كنت غيبة علشان ايه بدأت انها ترد عليه وتقول له ولا انت جوزي ولا انت ابويا علشان تحكم عليها انا عايشة في بيت ابويا هنا ما اديرش سامي اللي هو شغال مبلغ انه يتمالك اعصابه وبدأ انه يتهجم عليها فحضرت زوجته هو واولاده اللي حاوله بكل الطرق انه هما يمنعوه عن الاعتداء عن نورهان لكن اللي كان في دماغه وفي دماغه كان دايما بيردد عليها ويقول ومش كل واحد يقول لك كلمة هطلع هاقتله ضيعت الاخ الكبير وعايزة تضيعيني كمان وهنا انهال عليها بالضرب والاعتداء وفضل يخنق في رقبة نورهان وهنا الزوجة بدأت انها تستغيث بدأت انها تستنجد بالناس في العقار وفي الشارع لكن يمكن وصلوا بعد فوات الاواد كانت راحت وفاضت روح نورهان لرب العباد وهنا ماتت نورهان وهنا الشيء الغريب بقى ان الزوج هو اللي اتصل بالشرطة يا سادة وهو اللي بلغ على نفسه وحكى لهم في التلفون لحد ما سرعان ما البلاغات اتقطرت من جميع الاهالي اللي شاهدوا وفاة نورهان بعد ما توفت بدأي بدأ الكل يتصل بالجهات الامنية لحد ما حضرت الشرطة والنيابة العامة في التاو واللحظة وتم القبض على سامي اللي شغل مبلط وصحابه لقسم الشرطة وبعدها ب24 ساعة او بيومين تم معينة الوقع وتم تمثيل الجريمة واعترف بكل شيء اللي هو سامي اللي شغل مبلط سراميك واعترف وقال ان هي جننتنا وان هي فضحيتنا وان هي خلاص ما عدتش قادر ان انا اواجه الناس لان اغلب الشباب ويمكن خلوني ان انا اشوف بعض المقاطع الفيديو اللي على التيك توك والفيز وكل ما تكلمها تنهرني وتقولي ولا انت جوزي ولا انت ابويا علشان تحكم علي انا خلاص جننت من كلام الناس ومعدتش قادر ان انا ارفع راسي في الشارع قداب شباب المنطقة هقتل مين ولا مين ولا مين وكل اللي يتكلم هقتله وكده قضت نورهان على اتنين من اخواتها ابراهيم الكبير اللي اخد 25 سنة واكيد الصغير كمان هياخد 25 سنة ويمكن فيه دروس مستفادة كتيرة جدا وشوفنا على قنوات التيك توك واليوتيوب والفيز ان ممكن اي سيدة والمصيبة الكبيرة ان ممكن يكون جوزة هوا اللي بيدبر لها ويرتب لها علشان ده كله بتشتهي الارباح وبتشتهي الشهرة وطقوا يوما ترجعون فيه الى الله ولا قد يقتمونا فراضة كما خلقناكم المفروض ان احنا نرجع تاني لدينا والاسلامنا واللي تعاليمنا الاسلامية الجميلة النظيفة وده كل حاجة زيلة مش كل شيء الفلوس ان انا اشتهر وعلشان انتش في ده وازاي ان انا ابيع لحم سيدة او سيدة تبيع لحمها بالرخيص علشان غراء وعشان الشهرة المفروض نرجع ونتقل ربنا سبحانه وتعالى لان زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي زمانه يكسر فيه الهرج والمرض يعني المقصود في القتل بدون اي زنب وانا الزنة ان احنا في الزمن اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشار وتنبأ به وكده انتهت قضية نورهان فتاة التيك توك اللي موجودة في منطقة السواحلية اللي تبع لمنطقة الوراء محافظة الجيزة حبينا ان احنا نشر لحضراتكم ايه المنتشر على استوشال ميدا في القضايا الاجتماعية في مصر وكان السبب التيك توك ربنا يعفينا ويعافيكم ويعفظ اولادنا واولادكم ولو حضراتك وصلت معايا لهاية الفيديو وعجبتك الحلقة فمن الله سبحانه وتعالى وان كانت الاخرى فمني ومن الشطان ما تنسناش بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان القناة تتقدم وتكون حضرات من ضمن احد الاخوة والاخوات المتوجدين معنا عشان نحتفل بحفلة الاربعين الف مشترك دمتم بخير كان معاكم اخوكم مجد الابلاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته